الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد فإن خير الكلام كلام الله تعالى وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أما بعد فحياكم الله أخواني الكرام وأخوات الكريمات في حلقة جديدة من برنامج صحيح الإمام مسلم النيسابوري عليه رحمة الله تبارك وتعالى هذا الكتاب الصحيح والذي يسمى الجامعة الصحيح والذي هو أصح كتاب كتاب بعد البخاري بعد كتاب الله سبحانه وتعالى نتناول في هذا البرنامج شرح هذه الأحاديث التي جاءت في الجامعة الصحيح للإمام مسلم رحمه الله تعالى نبين معاني هذه الأحاديث ونشرح هذه الأحاديث ونبين أيضا فقه هذه الأحاديث وما فيها من أحكام وفوائد وفرائد وكذلك نبين أهم مقاصد سنة المصطفى محمد صلوات الله وسلامه عليه أخوائي كرام أخوات الكلمات ثواني معدودة ثم نعود عليكم مرة أخرى فانتظرونا عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال العمرة إلى العمرة كفارة لما بينهما والحج المبرور ليس له جزاء إلا الجنة أهلا وسهلا بكم أخواني الكرام واخوات الكلمات عدنا لكم مرة أخرى بعد هذا الفاصل وبعد أن استمعنا لهذا الحديث ولا يزال الحديث مصولا في شرح كتاب صحيح الإمام مسلم عليه رحمة الله تبارك وتعالى وكنا قد وصلنا في شرح حديث كتاب الحج وأحكام الحج وفقه الحج وهذا الحديث حديث أبو هريرة رضي الله عنه وأرضاه بوابه النووي عليه رحمة الله تبارك وتعالى بقوله باب ثواب الحج والعمرة عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم العمرة إلى العمرة كفارة لما بينهما والحج المبرور ليس له جزاء إلا الجنة أخواني الكرام أخوات الكلمات في هذا الحديث يبين النبي صلى الله عليه وسلم فضل الحج وفضل العمرة ولا شك أن الحج فريضة على كل مسلم مسلمة عليه أن يأتي بها مرة في العمر وهي ضمن الأركان الخمسة التي ينبغي على كل مسلمة أن يأتي بهذه أخواني الأركان الخمسة حتى يصير مسلما ولا شك أن الحج هو فريضة على كل مسلمة لمن استطاع إليه سبيله من توفرت فيه يعني الشروط وملك المال والزاد والراحلة كما يقول أهل العلم فهنا يتوجب عليه أن يحج بيت الله الحرام وكذلك بالنسبة للعمرة هي سنة قيل سنة مؤكدة وقيل لو أتى بها مرة في العمر هو الأفضل كما قال الفقهاء والعلماء والحج في ألبقة هو القصد إلى شيء معظم وأما في الشرع والاستلاح قيل هو قصد بيت الله الحرام لأداء مناسك مناسك مخصوصة بصفة مخصوصة في زمن مخصوص ولا شك أن الحج له فضل عظيم عند الله سبحانه وتعالى كما سنبين بعد قليل وأما العمر فهي لقة تسمى الزيارة وأما في الشرع أو في الاستلاح كما قال ابن حجر في الفتح عليها رحمة الله تبارك وتعالى قال إنها مشتقة من عمارة المسجد الحرام وقيل هي الإحرام من المقاث والطواف والسعي والحلق والتخصير وقول النبي صلى الله عليه وسلم العمرة إلى العمرة كفارة لما بينهما قيل إن إلى بمعنى مها العمرة مع العمرة يعني أي ما بين العمرتين لما تؤدي العمرة بعد خمسة الشر ثم تؤدي العمرة الثانية أو بعد سنة تؤدي العمرة الثانية أو بعد سنتين أو أكثر ما بين العمرة الأولى والعمرة الثانية يكفر الله عز وجل عنك هذه الذنوب وهذه الخطايا وقول النبي صلى الله عليه وسلم الحج المبرور ليس له جزاء إلا الجنة الحج المبرور أي الحج الذي يؤدى على نهج رسول الله صلى الله عليه وسلم هذا الحج الذي يكون خاليا من الرفث والفسوق والوصيان من المؤسف أن هناك من يحج بتلاء الحرام وهو يسب الناس ويلعن الناس ويتضارب مع الناس وليأذب الله وتكلم بالكلام الفاحش الكلام البذيء والعياذ بالله فالنبي صلى الله عليه وسلم يقول الحج المبرور الحج الخالص الذي ليس فيه إثم الذي ليس فيه كلام بذيء الذي هو بعيد عن الرفث والفسوق والجدال فمن حج البيت فلا رفث ولا فسوق ولا جدال في الحج فليس له جزاء إلا الجنة ليس له جزاء ما لا ثواب ولا أجر ولا مكافأة إلا الجنة وهذا هو جزاء وهذا هو جزاء المسلم الذي يحج إلى بيت الله الحرام إخواني كرام لا شك أن الله عز وجل رتب كثير من الأعمال والطاعات والأعمال الصالحات رتب عليها الأجر والمثوبة وتكفير الذنوب وتكفير الخطايا وتكفير السيئات وابن آدم لا تخلو حياته من الخطايا والذنوب والزلات والمعاصي والآثام فلذلك شرع الله عز وجل لنا العديد من هذه الأعمال الصالحة التي تكفر ذنوبك أيها المسلم وأيتها المسلمة لذلك فاحرس يا عبد الله وياءمة الله على الحج وأيضا حتى تكرار الحج هي أجر عظيم عند الله سبحانه وتعالى وكذلك أداء العمرة والإكثار من هذه العمرة لذلك النبي صلى الله عليه وسلم يقول العمرة إلى العمرة كفارة لما بينهما أي من اعتمر عمرتين متتابعتين كانت سببا في تكفير ذنوبه لكن أي هذه الذنوب قال العمرة هي الصغائر يكفر الذنوب التي هي الصغائر ولا يؤاخذ بها يوم القيامة وكذلك هنا في هذا الحديث أخبر النبي صلى الله عليه وسلم أن الحج المبرور ليس له جزاء إلا الجنة الحج المبرور الذي لا يخالطه إثم المتقبل الخالص لوجه الله عز وجل بعيد عند الرياء والسمعة بعض الناس الآن هي حج ويقال له الحاج فلان والحاج فلان ويقول سموني الحاج فلان ويريد أن يتباهى أمام الناس أنه قد حج والعياذ بالله فلا شك أن المسلم إنما يحج عليه أن يخلص النية لله عز وجل ويؤدي أركان الحج كما جاءت في سنة النبي محمد صلى الله عليه وسلم من أركان وواجبات وشروط وغيرها حتى يتقبل الله عز وجل هذه الحجة وكذلك يقول ابن قدامة في المغني عليه رحمة الله تبارك وتعالى لا بأس أن يعتمر في السنة مرارا أي مسلم كما جاء ذلك عن بعض الصحابة علي بن أبي طالب وعمر بن عباس رضي الله عنهم وعائشة رضي الله عنها وبعض التابعين والعلماء نسأل الله سبحانه وتعالى أن يكفر عنا خطايانا وسيئاتنا وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين